تلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالا السعيد تقريرا حول الموقف التنفيذي لمشروع تنمية الأسرة المصرية حتى يوليو 2022 وأكدت وزيرة التخطيط أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يستهدف تحسين الخصائص الديمغرافية لأول مرة مثل التعليم والصحة وفرص العمل والتمكين الاقتصادي والثقافة بالإضافة إلى ضبط النمو السكانية مضيفة أن المشروع يتضمن عدة محاور هي التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحتها بالمجان للجميع وتوعية ثقافية والتدخلات التربوية بالإضافة إلى التحول الرقمي والإصلاح التشريعي